بالمناسبة برضو عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري الشقيق أعرب عن ساعاته بالزيارة اللي بتأتي طبعا تعزيزا للتعاون المشترك بين النادي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري متمنيا أن تكون الزيارة تأكيدا لقوة وامتداد التعاون بين الفريقين على كل الأصعادة وخصوصا على الصعيد الرياضي المثمر ويوجه الدعوة كمان لكابتن محمود الخطيب لزيارة نادي وفاق سطيف قريبا خلال الفترة المقبلة إن شاء الله وقال نصا أنا من أشد المعجبين للنادي الأهلي وبتاريخه الحافل بالإنجازات وهذا الإعجاب والاعتزاز يعود لسنوات طويلة عندما كنت لعبا في فريق الكرة بنادي وفاق سطيف ولهذا يحتل النادي الأهلي قيمة ومكانة كبيرة لدي وكمان استكمل كلامه وقال البعض اندهش من حديثي عن قيمة النادي الأهلي الكبيرة في كرة القدم العربية والإفريقية بعد مواجهة الفريقين في النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا ولكن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى تاريخ الأهلي وحجم إنجازاته الرياضية وهو فخر لكل الأمة العربية ولهذا حرست اليوم على قيام بهذه الزيارة الودية للتعرف عن قرب على منظومة العمل داخل النادي وأيضا الاستفادة من تلك الخبرات أشار كمان سيد عبد الحكيم سرار إلى أن الجلسة اللي جمعته بالكابتن محمود الخطيب جاءت مثمرة للغاية وتعرف من خلالها على النظام العمل وإدارة المنشآت الرياضية وتم خلال هذه الجلسة بحث التعاون المشترك بين الناديين فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية وكمان أوضح سرار أن مثل هذه الضيارات تعكس ما يهدف إليه الناديان من تعاون مثمر خلال الفترة المقبلة وكذلك توطيد العلاقات الطيبة بين الجماهير المصرية وجزائرية وتعزيز الروح الرياضية التي تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين ترجمة نانسي قنقر